ميد راديو لا راديو ميد ميد راديو دكتور ربما حت مي كان سمعوا بحال هذا الأمور إنسان كيتخوف وحد النقطة اللي قلتها اللي زوينة بزاف ومهمة ونسيفة موها ماشي قاع الناس اللي عندهم لاتنشون غايكون عندهم ميد المشكيل هذا يعني وماشي قاع الناس اللي ما عندهم موالو ما غايكونش عندهم ميد المشكيل إذن ده مشكيل معرادة له المرأة الحامل بنسبة للمعينة أمور اللي احنا تكلمين عليها تخصى تراقب مع طبيب جيلها وتسمع الإرشادات ديال طبيب جيلها والطبيب يلا شاف بلي الحمال لخصات وقف خصات وقف لأنها كتوليك تشكل خطورة على صحة المرأة طيب شنو هي الموضع عفت على قديت باش ما نخوفوش أنا جو بخيفر ميل فوا المستمعي المستمعات تخوف ولا تقول هدرا مشكيل عادي عادي ومشي مشكيل كان بعض المواضع اللي كان ناخدوهم يعني على لجير وكان بعض المواضع اللي سيريوي خصنا نردو لهم البن قالوا الموضعفات كان العديد من الموضعفات هنبدو من الفوق الجحة كان ما يسمى بلا كريز ديكلومبسي وهي واحد النوبة من النوبات الصراع اللي كتجي للمرأة الحامل فهي نوبة ديال الصراع تماما بحل النوبات العادية غير هو كتكون دياركتما ليه لهاد المشكيل ديالات انسوعة تغيير يقدر يوقع سكن نابل احفظ عرق شارل وانا عرق الترتق او لا عرق تبوشا في الدماغ يقدر يوقع وهو المام اللي كيخرج من عراق وكيمشي الدماغ يقدر يدلينا قصور على مستوى الكلي وهذا القصور هذا قصور حاد يقدر الله يقدر يمشي حتى القصور مزمن لسيد الحامل تقدر يقدر يدير ذياليذ حيتها كاملة يقدر يدير قصور على مستوى الكبد يقدر يدير نازيف على مستوى الكبد وهذا نازيف على مستوى الكبد فهو خطير 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 وخطير جدا يقدر يدلينا الوفاة ديال الجنين لقدر الله. يقدر يدينا نزيف ديال ثلاثة اشهر الاولى التانية او ثلاثة اشهر التالتة او نزيف اللي هو خيب. يقدر يدي الوفاة لقدر الله. اي ديال الام اي ديال الجنين. فهدو كاملين مشاكل خطيرة. البت ديالنا من اننا نعطيه الدواء وندتكتو هال البخوبليم يعني هو انو مانطحوش فاد المضاعفات. اشتركوا في القناة